السلام عليكم ورحمة الله وزيكم عامليني معكم معامر عسلم القناة توقامان فيديو النهاردة نتكلم عن تفاصيل مباراة باير مينيخ وبرشلونة في دور الاقتال دور المجمعات اول حاجة نتكلم عن موعد المباراة المباراة تتلعب يوم تلاتاشر تسعة الفين اتنين وعشرين المباراة تتلعب تسعة مسان بتوقيت الكاهرة وعشرة مسان بتوقيت السعودية والتوقيت كطر تاني حاجة نتكلم عن ملعب المباراة المباراة هتتلعب في المانيا على ملعب ملعب تالت حاجة نتكلم عن القنوات الناقلة للمباراة عندنا قناة هي دي اللي هتزال مباراة ومعلق المباراة هيكون حفيز دراج عندنا فريق برشلونة فاز في اول مباراة له في دور الاقتال اه على فريق بخمس اهداف لهدف وعندنا باير مينيخ فاز على انتر ميلان بهدفين لاشيء بكده برشلونة بتصدر المجموعة بتلت نقط وبعدي باير مينيخ آآ بتلت نقط الانطر المركز التالت ما عندهش ولا نقطه فكتوريا بيلزمن الرابع م lashes ولو نقطه عندنا ترتيب برشلونة في الدوري الأسبان لحد دلوقتي المركز التاني تلاتتاشر نقطة وريال مدريد الاول خمستاشر نقطة عندنا باير مينيخ بيحتل المركز الثالت في الدوري الألماني باتناشر نقطة وعندنا فريق يونيون برلين هو متصدر الدار الالماني الى الان ندخل على تاريخ المواجهات ما بين الفريقين في دورة بطال اوروبا عندنا الفريقين لعب احداشر مباراة فاز فيها باير مينخ في تمن مرات وفاز برشلونا في مرتين وتعادله مرة وحيدة عندنا تمانية اتنين برضو كده بترجعنا لسنة الفين وعشرين وفوز باير مينخ على برشلونا بتمن اهداف لهدفين على ملعب كامب نو طبعا اكبر نتيجة حصلت لباير مينخ ده اكبر سكور عمله على برشلونا طب اكبر سكور حققه برشلونا على فريق باير مينخ كان اربع سفر هو ده اكبر رقم وصله فريق برشلونا وكان المباراة دي سنة الفين وتسعة في دور الابطال فطبعا فريق باير مينخ بتفوق تفوق كبير على فريق برشلونا عندنا اخر مرة فاز فيها فريق برشلونا على فريق باير مينخ كان يوم ستة مايو الفين وخمستاشر وكان فاز فريق برشلونة بتلت اهداف اللاشيق على ملعب الكامبنوك. عندنا اخر مباراة فاز فيها فريق باير مينيخ على فريق برشلونة كان سنة الفين واحد وعشرين يوم تمانية ديسمبر. فاز فريق باير مينيخ على فريق برشلونة بتلت اهداف اللاشيق. وطبعا احنا هنشوف كده ليفندوسكي وقصات فريق باير مينيخ هيلاع فريقه السابق. طبعا آآ نفسنا نشوف ليفندوسكي بيسجل في البايرن بدل ما كان بيسجل مع البايرن دلوقتي هيسجل في البايرن. انا اتوقع لنتيجة المباراة ممكن تنتهي واحد واحد تعادل لان الفريقين مستوهم عالي لحد دلوقتي. طبعا فريق برشلونة دلوقتي مكتسح في الدار الاسبان لكن هو المركز التاني بتلاتاشر نقطة. اه تعادل في المباراة فهي دي اللي اثرت معا الريال طبعا متصدر الدور اللي انه فاز في جامعة عندنا باير مينخ لحد دلوقتي المركز التالت في الدار الالماني. تعصر في حوالي تلات مباراة تعادل وفاز في المباراتين فطبعا خلاها كده المركز التالت والمتصدر لحد دلوقتي فريق يونيون برلين. طبعا نشوف مواجهة قوية ما بين مواجهة مرتقبة طبعا كل الناس اعتقد انها هي تتفرج على المباراة ديت. آآ لان ديت يعني يعتبر اقوى مباراة في آآ دور المجموعات. بكده نكونوا صنع نهاية الفيديو يا رب يكونوا الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعمل لايك وشير وتشتركوا في كنوطف على زر التنبت عشان نصال لكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله.